بحق المتهم علي حسن المجيد وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي جريمة ضد الإنسانية قررت المحكمة إدانته وفقدتهم الموجه إليه استنادا لأحكام المادة 12 أولا دال وبدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل وأحكام المادة 182 الفقرة أليف من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة 478 أواحدا ثانيا من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة 24 ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل وصدر القرار